وحلقة جديدة من برنامج ومدرسة على الهواء ومادة العلوم ان شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا بتناول الدرس الثاني وهو بعنوان التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم لو بصينا عندنا بالنسبة ليه علماء الفيزياء علماء الفيزياء عندنا بيستخدموا بعض الوسائل الرياضية زي ايه الوسائل الرياضية عندنا؟ زي الجداول والرسوم البيانية ليه علماء الفيزياء بيستخدموا هذه الوسائل الرياضية؟ يبقى الهدف عندنا هو حاجتين اتنين يبقى استخدام الوسائل الرياضية ليه العلماء بيستخدمون أول حاجة عندنا لوصف الظواهر الفيزيائية بطريقة أسهل يبقى ده أول هدف عندنا أو أول سبب لاستخدام علماء الفيزيائي للوسائل الرياضية الهدف الثاني أو السبب الثاني إيجاد علاقة بين الكميات الفيزيائية المختلفة يبقى ده الهدف من استخدام علماء الفيزيائي لبعض الوسائل الرياضية زي الجداول والرسوم البيانية نيجا عندنا بالنسبة لتمثيل الحركة في خط مستقيم التمثيل البياني عندي هنستخدم هنا في محورين اتنين المحور الأول عليه بنقول المحور الرأسي المحور الثاني بنقول عليه المحور الأفقي بأي تمثيل بياني بيكون عندي محورين اتنين محور أفقي ومحور رأسي المحور الرأسي عندنا اللي هو بنقول عليه محور الصادات والمحور الأفقي عندنا اللي احنا بقول عليه محور السينات والنقطة دي بسميها نقطة الأصل أو ما يسمى صفر وصفر أنا دلوقتي لو أنا جاي عايز أمثل الحركة أو أمثل السرعة إحنا اتفقنا مع بعض أن السرعة هي عبارة عن ثلاث حاجات مسافة، سرعة، زمن يبقى ثلاثة إخوات عندنا لما ألاقي مسافة أو زمن يبقى أنا أتكلم عن مين عن الثالثة مسافة أو زمن يبقى أتكلم عن مين عن السرعة يبقى إذن عندنا في هذا التمثيل هيبقى عندي حاجتين اتنين المحور الرأسي بيمثل المسافة اللي أنا هرمز له بالرمز فيه والمحور الأفقي بيمثل الزمن اللي أنا هرمز له بالرمز زين يبقى أنا لما أتكلم عن مسافة وزمن يبقى هنا الجسم ده بيوضح إيه؟ بيوضح السرعة يبقى دايما لما ألاقي المحور الرأسي مسافة المحور الأفقي الزمن يبقى أنا هتكلم عن مين؟ عن السرعة أول حاجة عندنا لو لقيت الشكل موجود عندي بهذا الشكل خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل يبقى الشكل ده بيمثل إيه؟ أقول له كده الشكل يمثل حركة جسم بسرعة نحة إيه بقى عندنا؟ منتظمة يبقى لو الجسم أو التمثيل البيانة طلع عندي بيمثل بخط مستقيم مائل يبقى الخط المستقيم إيه شرطه؟ مائل ويعمل إيه؟ بيمر بنقطة الأصل يبقى هنا هذا الشكل يمثل حركة جسم بسرعة منتظمة ليه سرعة؟ لأني بتعامل مع المسافة والزمن الشكل الثاني عندي هما نفس المحورين لتنيه أهو بهذا الشكل هنا هيبقى فيه وهنا زين وقام عامل لي الشكل بهذا الشكل يبقى هنا الشكل ده بيمثل إيه؟ بيمثل حركة جسم بسرعة نحة إيه هنا بقى؟ غير منتظمة يبقى هنا لو لقيت الجسم بيمثل بخط منحني يبقى إذن يمر بنقطة الأصل يبقى هنا السرعة بتاعتي أقول سرعة غير منتظمة والشكل الأولين اللي احنا خدناه اللي احنا لسه قيلين عن إيه أهو هنا فيه والزين وقلنا ده ده بيمثل سرعة منتظمة عندي شكل تالت أو شكل آخر وهو بهذا الشكل همثل برضو مسافة وزمن يبقى هنا فيه وهنا زين وقال لي همثله بهذا الشكل خط مستقيم ولكن يوازي محور الزمن هنا كان خط مستقيم بيمر بنقطة مين الأصل خط مستقيم يوازي محور الزمن معنى الكلام ده إيه؟ أقول له إن معنى الكلام ده إن عين بتساوي صفر يبقى الجسم ده سرعته بتساوي إيه صفر يعني إيه سرعته بتساوي صفر بينك وسين كده؟ أقول له معناها جسم ساكن أي جسم غير متحرك يبقى دايما في العلاقة البلانية أبص على المحور الرأسي لو هو المسافة يبقى أنا هتكلم عن مين؟ عن السرعة مسافة وزمن يبقى كلام كله عن السرعة لقيت الشكل بهذا الشكل مسافة وزمن ويمثل بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل يبقى أنا هنا بتكلم عن سرعة منتظمة خط منحني خط إيه؟ منحني يمر بنقطة الأصل يبقى إذن بسميه عندنا إيه؟ هسميه سرعة غير منتظمة خط مستقيم ولكن يوازي محور الزمن يبقى سرعة بتساوي صفر بين قسين كده بقول الجسم ساكن هما دول التلت حاجات أو التلت حالات عندي الخاصة بالسرعة أحياناً يدخل التلتة مع بعض في حاجة واحدة بهذا الشكل يجيب لي كده يقول لي هنا فيه وهنا زين طبعاً النقطة دي صفر ويقوم جاعمل لي بالشكل ده كده الشكل هنا بيمثل عدة مراحل أول مرحلة النقطة ألف للنقطة بي في خلال الفترة من ألف لي بي لو قال لي كده عندي أهو ده هنا كده عند عشر سوان خمس سوان عشر سوان خمستاشر سانية عشرين سانية تلاتين سانية أربعين سانية أنا عندي الفترة ألف بي الجسم هنا ماشي بي أو بعبر عنها بي أبص كده عندي أنا العلاقة ما بين مين مسافة وزمن مسافة وزمن يبقى أنا هتكلم عن السرعة يبقى في الفترة من ألف بي أو من ألف لبي الجسم ماشي بي خط مستقيم مائل يبقى أقول له سرعة منتظمة طيب من به لجي خط مستقيم بيوازي محور الزمن يبقى هنا جسم أو فترة سكون اللي هي السرعة قلنا بتساوي صفر طيب من جيم للنقطة ده الخط منحني يبقى سرعة غير منتظمة لو قالت دلوقتي أنا راكب عربية والعربية دي حدث السجب فيه الإطار بتاعها الفترة اللي استغرق إصلاح السجب أو إصلاح الإطار اللي موجود عندي خدت وقت قدي أعمل إيه أشوف الفترة اللي السيارة وقفت فيها عشان السيارة تقفي بإذن هتمثل بخط مستقيم يميزي محور الزمن بداية التوقف كان فين عند النقطة به أشوف الزمن بتاعي كان نهاية التوقف كان عند النقطة مين عند النقطة جيم أشوف زمنها أطرح التلاتين ناقص العشرة يبقى هنا لو قال للفترة اللي توقفت فيها السيارة أو الفترة اللي استغرقها إصلاح إطار هقول له تلاتين ناقص عشر يبقى دايماً بطرح الزمن الكبير نقص الزمن الصغير هيطلع عشرين عشرين إيه الزمن لو بالثواني يبقى إذن عشرين سنة لو بالدقايق يبقى عشرين دقيقة يبقى دي كده دخل التلات أشكال مع بعض ده بالنسبة ليه التمثيل البياني لإصرة بننتقل إلى موضوع جديد وهو ما يسمى بي العجلة إيه بقى معنى العجلة بيقول دلوقتي لو أنا شخصة هو راكب في السيارة بهذا الشكل السيارة بدأت حركتها من السكون هبدأ أنا لسه دلوقتي ما اتحركتش طيب بعد واحد ثانية سرعتي وصلت كام قال لي سرعتي وصلت تلاتة متر لكل سنة بعد ثانية كمان سرعتي زادت بقت ستة متر لكل سنة بعد واحد ثانية كمان سرعتي زادت بقت كام بقت تسعة متر لكل سنة كمان واحد ثانية سرعتي زادت بقت اتناشر متر لكل سنة طبعا هنا واحد هيبقى هنا اتنين ثانية هيبقى هنا تلاتة ثانية هنا أربع سوانش هنا أنا عندي علاقة ما بين السرعة ومين والزمن بيقول لعندنا ايه هي العجلة عندنا او نفهم الكلام ده عشان نشوف يعني ايه عجلة بالنسبة ليه ايه اللي حصل هنا حصل تغير في السرعة خلال وحدة الزمن يبقى سرعتي هنا اتغيرت بمرور مين الزمن هنا بنقول ايه مقى معنا كلمة العجلة وده مصطلح جديد العجلة بنقول عليها كده مقدار التغير في سرعة الجسم مقدار التغير في سرعة الجسم خلال وحدة الزمن يبقى تعريف العجلة تاني مقدار التغير في سرعة الجسم او في السرعة خلال وحدة الزمن او في مصطلح اخر بيقولوا عليه تعريف تاني ايه هو المعدل الزمني للتغير في السرعة يبقى ده تعريف العجل عندنا وطبعا في عندنا الحركة في الحالة دي بنقول عليها حركة معجلة يعني حركة معجلة حركة تتغير فيها سرعة الجسم وهذا التغير قد يكون بالزيادة أو بالنقصان بمرور الزمن أو خلال وحدة الزمن يبقى الحركة المعجلة تعرفة هي الحركة التي يتغير فيها سرعة الجسم بمرور الزمن والتغير قد يزداد أو قد يقل من هنا بنعرف العجلة بأنها إيه هي العجلة؟ مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن يبقى من التعريف ده عندنا هستنتج العجلة عبارة عن علاقة بين مين؟ العجلة علاقة بين سرعة وزمن سرعة وإيه؟ وزمن ومن هنا هجيب القانون بتاعي معنى الكلام ده بقى من خلال التعريف بيقول لي إذن العجلة اللي أنا هرمز لها بالرمز جيم بتساوي إيه؟ بتساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن التغير في السرعة هرمز له بحاجة اسمها المثلث ده بيقول عليه بسمي إيه؟ دلتا والسرعة رمزها عين على دلتا زين يبقى إذن العجلة؟ بتساوي إيه العجلة عندنا؟ أهو جيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين دلتا عين اللي هي إيه؟ التغير في السرعة ودلتا زين اللي أنا بسميها التغير في الزمن السرعة بتاعتي اتغيرت انا كنت راكب العربية الاول سرعتي كانت صفر زادت بقية ثلاثة او سرعتي كانت ثلاثة زادت بقية ستة يبقى هنا عندنا هيبقى عندي سرعتين اتنين في المسألة يبقى التغير في السرعة عبارة عن ايه اول سرعة اول سرعة بتقابلني في المسألة بقول عليها سرعة ابتدائية السرعة التانية او اخر سرعة في المسألة بسميها سرعة نهائية يبقى انا عندكم سرعة اتنين سرعة ابتدائية اللي بدأ بيها الجسم وسرعة نهائية اللي انتهى بيها الجسم التغير في السرعة اقول له السرعة النهائية اللي انا هرمز لها بالرمز عين اتنين هطرح منها السرعة الابتدائية اللي انا بسميها عين واحد نين اللي الكلام ده كده يبقى جين بيساوي السرعة النهائية اللي انا هرمز لها بالرمز مين عين اتنين ناقص السرعة الابتدائية اللي هرمز لها بالرمز عين واحد الكلام ده كله هقسمه على مين على زين يبقى من الكلام ده عندنا اقدر اقول ان جيم بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زين عين اتنين اللي هي مين اسمها السرعة النهائية وعين واحد بقول عليها السرعة الابتدائية وحدة قياس العجلة هي عبارة عن ايه العجلة عبارة عن حاجتين سرعة على زمن يبقى انا لو عايز اجيب وحدة قياس العجلة بنقول كده سرعة السرعة وحدة قياسها ايه متر على الثانية هقسمها على الثانية يبقى تساوي متر على ثانية في ثانية بتساوي متر على الثانية تربيع يبقى وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع هنشوف ازاي ان يتكون القانون بتاع العجلة ولكن بعض الفصل نقول إن وحدة قياس العجلة هي متر الكل ثانية تربية يبقى فيه اختلاف دلوقتي بين وحدة قياس العجلة وحدة قياس السرعة وحدة قياس السرعة كانت متر كل ثانية أما وحدة قياس العجلة متر الكل ثانية تربية العجلة عندنا هنا فيه لها أربع إخوات يبقى أنا بقى هنا عندي أربع إخوات أنا في السرعة كان عندي ثلاثة إخوات عين وفيه وزين هنا عندي أربع إخوات موجودين عندي اللي هم مين تعالوا بينا نشوف الأربع إخوات جيم هذا رقم واحد زين هذا رقم اتنين عين اتنين رقم تلاتة عين واحد رقم اربعة يبقى اي مسألة عن العجلة بيبقى معايا كم حاجة هيديني تلاتة ويطلب مني الحاجة الرابع اي مسألة لازم يديك التلاتة منه ويطلب منك الحاجة الرابع القانون بتاعي بقى عشان اشتقل لاربع قوانين دول بعمله بالشكل ازاي تعالوا بينا بما نشوف القانون ده احنا هنعمله بشكل مختلف خالص بيقول ليه عندنا هكتب القانون كده بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد الصيغة دي انا هشتقل منها لاربع قوانين اول قانون واحد اتنين تلاتة اربعة لو انا عايز العجلة خب العجلة يبقى جيم بتساوي ايه تعالوا بينا بما نشوف اهو انا خبت جيم الجيم بتساوي خد الاتنين اخوات اللي جنب بعض مين الاتنين اخوات يبقى عين اتنين ناقص عين واحد على زين ووحدة القياس هتطلع متر الكل ثانية تربيع لو المسافة بالمتر والزمن بالثانية طيب لو انا عايز اخد بقى عايز اجيب زين زين بيتساوي ايه خب الزين ها مين الاتنين اخوات يبقى الزين بتساوي ناخدها بشكل تاني اهو الزين هتساوي مين برضو عين اتنين ناقص عين واحد بس المرة دي على مين على جيم والزمن هيطلع بالسوان طيب لو انا عايز بقى عين اتنين اخب عين اتنين اهو يبقى انا عندي عين اتنين بيتساوي ايه هاخد الكلام ده اهو جيم في زين وحطيتها بينك وزين واقول لكم ليه انا حطيتها بينك وزين انا عندي هنا سالب عين واحد السالب ده هيروح الناحية الثانية بايه بالموجب زائد عين واحد واحد بقياس الصدع السرعة متر الكل سن دول اشهر تلات حاجات بيطلبوا يبقى العجلة عين اتنين نقص عين واحد على زين زين يبقى عين اثنين نقص عين واحد على جيم عين اثنين بتساوي افتح قوز جيم في زين زائد عين واحد طب لو انا عايز عين واحد هخبي عين واحد اهو عين واحد بتساوي ايه هاللي بتساوي كده هتساوي عندنا ايه انا هنقل عين واحد الناحية التانية هنقلها بالموكب وهنقل جيم في زين الناحية التانية يبقى هتساوي عين اثنين ناقص وهقول له جيم في مين جيم في زين يبقى من القانون بتاعي انا ايه اللي حصل هنا انا خدت عين واحد ودتها الناحة التانية كانت اشارتها سالب هنقلها الناحة تانية بالموجب الجيم في زين دي هنقلها الناحة التانية اشارتها موجب حطتها بينكو سين هنقلها الناحة التانية بالسالب يبقى دول الاربع قوانين وبرضو وحدة القياس متر الكل سن يبقى اذا طلعت الاربع قوانين من الشكل بتاعي اللي هو جيم في زين بتساوي عين اثنين نقص عين واحد ادي الاربع حاجات اي مسألة هجيلك لازم يبقى فيها اربع معطيات اهو الاربع بيديك تلاتة ويطلب منك الحاجة الاربع دايما اي مسألة هتقول له عين واحد عين اثنين زين جيم خلي بالي بقى اعملين بعض الملاحظات الهمة بس قبل ما نقول الملاحظات الهمة دي بيقول لي عندنا العجلة بتاعتي بنقول عليها عجلة ممتظمة يعني ايه عجلة ممتظمة بيقول لي كده العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير ايه سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية يبقى هنا لما يقول لي عجلة بيتحرك بها الجسم لما بتتغير سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية بقول عليها عجلة منتظمة نفس التعريف هاخده ولكن مع انواع العجلة العجلة عندي منها نوعين اثنين العجلة المنتظمة يا اما اقول عليها عجلة موجبة يا اما بقول عليها عجلة سالبة ايه بقى معنى التعريف نفس التعريف اللي انا لسه ايله دلوقتي هو نفس التعريف فعشان كده بنقول كده هو العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما يبدأ اختلاف انا كنت في العجلة المنتظمة بقول تتغير طب في العجلة الموجبة بيقول لي كده تتزايد مين اللي هتزيد عندنا بقى تتزايد سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية يبقى لو مش كده يعني ايه عجلة موجبة عجلة يتحرك بها الجسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية طب لو انا عايز اعرف العجلة السالبة هو نفس التعريف ولكن كلمة تتزايد ديت هتتغير هنا الناحية التانية يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية يبقى في العجلة المنتظمة كنت بقول تتغير عجلة منتظمة موجبة هشيل تتغير وحط بدلها تتزايد عجلة منتظمة سالبة هشيل تتزايد وكتب بدلها تتناقص ادي تلف مصطلحات كل اللي تغير فيهم كلمة واحدة العجلة الموجبة اشارتها موجبة والموجب لا يكتب اما بالارقام اما العجلة السالبة اشارتها سالبة وعشان كده دايما بحط قبل الرقم اشارة سالب تعالوا نرجع بقى للملاحظات الهمة اللي احنا بنتكلم فيها ايه هي الملاحظات بتاعتي عشان احل اي مسألة خاصة بالعجلة اول حاجة عندنا بيقول لي كده اول سرعة في المسألة هي عين واحد اللي هي السرعة الابتدائية رقم اتنين السرعة التالية او اخر سرعة عندي هتكون هي عين من اتنين رقم ثلاثة اذا بدأ الجسم حركته من السكون لقيت كلمة سكون في المسألة يبقى معنى الكلام ده ايه ان عين واحد بتساوي صفر اي جسم يبدأ حركته من السكون انا قاعده هل انا بتحرك لا يبقى سرعة الابتدائية بصفر رقم اربعة عند توقف الجسم عن الحركة بيقول لي توقف الجسم وقف طب بيقف ايه هيقف في البداية ولا في النهاية ده في النهاية يبقى معنى كده ان عين اتنين بتساوي ايه بتساوي صفر رقم خمسة خلي بالك منها قوي العجلة السالبة لابد من وضع اشارة سالب قبلها لازم احط لها اشارة سالب قبلها يجي وقل لي العجلة اتحرك الجسم بعجلة واذا تناقصت بمعدل اتنين متر كل سانية تربيع اهو اتنين متر لكل سانية تربيع الرقم ده لازم احط قبله ايه سالب لو ما حطيتش سالب بقت المسألة غلط جبه هنا ده بالنسبة لي العجلة اخر حاجة عندنا لما يجي حول السرعة من كيلو متر لكل ساعة لكل سانية بضرب في كامف خمسة على طمانتاشر نشوف مسألة عندنا من المسائل ونبدأ نطبق الافكار اللي احنا تكلمنا فيها يبقى الملاحظات دي مهمة جدا اول سرعة في المسألة قلنا بسميها عين واحد او السرعة الابتدائية السرعة اللي بعد كده هي السرعة النهائية الجسم بضع حركته من السكون يبقى عين واحد بصفر ضغط على الفرامل كده سرعتي قالت لكن لو قال لي بقى وتوقف الجسم يبقى الجسم وقف بقت سرعته النهائية بصفر انما انا ممكن نضغط على الفرامل اقل السرعة ام تحط عيني اتنين بصفر لما يقول لي توقف الجسم عن الحركة نبدأ نشوف مسألة عندنا عندنا بالنسبة لي المسألة نشوفها عندنا احنا اتفقنا مع بعض اي مسألة خاصة بالعجلة ليها بيديني تلعب معطيات فبكتب اللي اربع حاجات لو قال لي كده بدأ جسم حركته من السكون يبقى عين واحد بكام بصفر حتى بلغت سرعته عشرين متر لكل ثانية يبقى هنا عيني اتنين بتساوي عشرين متر لكل ثانية الكلام ده حصل خلال عشر ثواني احسب العجلة وقل لي نوع العجلة ايه وينوعها يبقى انا عندنا انا عايز مين عايز جيم يبقى القانون بتاعي جيم بتساوي عيني اتنين ناقص عين واحد على زين ابدأ اطابو اعوض عيني اتنين بكام بعشرين بس قبل ما اشوف الكلام ده احنا ليه بنكتب المعطيات هنا ابص على السرعة متر لكل ثانية الزمن هنا بايه بالثانية والزمن طلع بالثانية الوحدات نفس الشكل يبقى بشتغل بيها يبقى هنا عشرين ناقص عين واحد بكام بصفر على كام على عشر يبقى الناتج هيساوي عشرين على عشرة الصفر مع الصفر يبقى اتنين متر لكل ثانية تربية ده اول مطلوب اللي هو العجلة نوع العجلة ابص على الرقم ده القيمة هنا ايه موجبة يبقى اقول له منتظمة موجبة لو قال لي بقى السبب هقول له كده السبب لين موجبة لان عين اتنين اكبر من عين واحد يبقى دايما في العجلة الموجبة السرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية وفي العجلة السالبة العكس بيكون السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية للأسف وقت حلقتنا خلص حتى نلتقي في الحلقة القادمة والسلام عليكم